بسم الله الرحمن الرحيم إخوة الإسلام والإيمان أصعد الله صباحكم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عبر أثير إزاعة الصوت الإسلامي في سدن نحييكم أطيب تحية وباسمكم نرحب بفضيلة الشيخ العلامة الحبيب عمر بن حفيظ حفيظه الله تعالى الذي يحل ضيفا على الجالية فنرحب به ونقول له أهلا وسهلا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تجد الخير في ربوع بطننا أستراليا أهل من يزاكم الخير وحياكم الله ورعاكم الله بعنائته الحقيقة أن الكثير من المستمعين يتشوقون إلى هذه المقابلة ويحسون بحضرتكم وكأنكم ذمشون معهم في كل مرة تتكلمون لما تقاربونه من مشاكل حياته فارك الله فيكم وفي حسيس إخواننا المسلمين حافظكم الله سيد الكريم هناك أسئلة كبيرة وكثيرة تجول في غاطرنا هذه الأيام ودائما نفتقد إلى الذي يجيب على هذه الأسئلة بصراحة وبشفافية بشكل تجعل الإنسان أحيانا يظل يبحث عن مورد آخر فإن شاء الله سوف نسأل أسئلة تكون فيها الشفاء وإذن الله بداية سيد الكريم لو أنكم تضيئون لنا على بعض الجوانب التي يعانيها الإنسان المسلم في هذا القرن وفي هذا القرن المتسارع والتكنولوجيا والتطورات حيث أن الناس أصبحوا يفتقرون إلى الروحية وإلى الحب وإلى العشق الذي يتكلم عنه الكثير من الناس فهل لكم بأن تشرحوا لنا تجربتكم مع هذه المواضيع رعاكم أحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن احتدى بهداه وبارك الله في ذعة الصوت الإسلام من سيدني بإستراليا والسلام ورحمة الله وبركاته على جميع أخواننا المستمعين وبعد فما أشرتم إليه فمن المهمات التي ينبغي للمؤمن أن ينتبه إليها وأن يعمل نظره في تحقيقها وتحصيلها والوصول إلى حقائقها وذلك أنها نتائج صحة الإيمان وأن هذا الإيمان إذا استولى على القلب كانت له أحوال وكان له ثمرات وكانت له مشاعر وأحاسيس يقول الحق تبارك وتعالى عنها إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فهذه أول علامة ذكرها الرحمن سبحانه وتعالى وربطها بالإيمان وجل القلب عندما يسمع ذكر الله عندما يسمع اسم من أسمائه أو صفة من صفاته أو شيء من شؤونه الربانية وعظمته الإلهية جل جلاله وتعالى فعله إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرتهم ورزق كريم فيحتاج المؤمن إلى أن يتشوف من هذه العلامات وانتبه منها في واقعه وفي حياته ولقد قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى وخافوني إن كنتم مؤمنين وخافوني إن كنتم مؤمنين فمعاني الخشة من الله تبارك وتعالى وهي تقرن بشؤون رجائه كذلك بشؤون محبته وهي مرتبطة تماما بالمعرفة فعلى قدر ما تعرف من عظمة هذا الإله وجلاله وكبريائه وما تعرف من إنعامه وإفضاله وإحسانه الذي يضيق عقلك وعقول الخلائق من حواليك عن أن تحيط بعشر من عشر معشار من ذرة منه وعندما تمتلئ إيمانا بكماله وعلوه سبحانه وتعالى لا تملك إلا أن تحب هذا الإله الذي برأ والذي خلق والذي أوجد والذي أنعم والذي تفضل جل جلاله وتعالى في علاه كلما ازدادت المعرفة ازدادت المحبة وبهذه المعرفة أيضا تقوى الخشة ويقوى الرجاء فإنه من عرف الله علم أنه جدير أن لا يغتر به الصديقون وأن لا ييأس منه المجرمون فهو سبحانه وتعالى يعطي ولا يبالي ويرحم ولا يبالي ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء يرحم من يشاء ويعذب من يشاء جل جلاله وتعالى في علاه إلا أنه سبحانه وتعالى هيأ السبيل لطالب رحمته سبحانه وتعالى وشرع لهم ما به تفيض عليهم الرحمة منه جل جلاله قال جل جلاله إن رحمة الله قريب من المحسنين فاسترحام الحق تبارك وتعالى بالعمل بطاعته والإحسان في القيام بالأمر هو السبب الذي تنال به رحمة الله جل جلاله وتعالى في علاه وإن نعرف من أحوال الذين آمنوا في هذه الأمة على يد النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدهم من لحظة إيمانه تغير أحواله إلى ما هو أفضل وأجمل وأكمل وتراه رقيق القلب خاشعا بل قال سبحانه وتعالى في وصف البعض وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق ولقد عدى صلى الله عليه وسلم أن قسوة القلب مع جمود العين من علامات الشكاة كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أربع من الشقاء طول الأمل وقسوة القلب وجمود العين يقول صلى الله عليه وسلم مبارك عليه والحرس الحرس وطول الأمل وقسوة القلب وجمود العين فإن خروج الدمعة من المشاعر التي تفيض بالإيمان دليل على صحة قدم العبد في إيمانه وهو القدم المبشر به في قوله تعالى وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم فوجب أن يلاحظ المؤمن حاله في الإيمان وكيف يقويه وتقويته أول وأهم وسائلها حسن الإصغاء والاستماعي إلى ما ورد فالكتاب العزيز والسنة الغرى من أوصاف هذا الإله وعظمته وشؤون الرجوع إليه ومن أوصاف رسوله صلى الله عليه وسلم ثم حسن التفكر في الأحداث والتقلبها والكائنات ومجاريها ثم بعد ذلك العمل العمل بما يعلم مع الحرس على حضور القلب فهذه الوسائل تؤدي إلى حصول حقائق الإيمان يتباعها مباشرة ما أشرتم إليه من أحوال المحبة والتعلق والشوق إلى مراتب القلب من الحق الذي يحتقر في جنبه كل التشوقات الطبعية التي يجميل إليه الإنسان بطبيعته عندما ينفتح له هذا الباب فإنه يستهين بكل ميل إلى سواء الرب سبحانه وتعالى ومعاني القرب منه لما يعلم أنها أعلى وأجل وأكمل وأدوم وأعظم سيد الكريم لو أردنا أن نأخذ من طلبتكم في العالم أو الذين يدرسون لديكم مثالا لمقارنة عشر سنوات إلى الوراء والآن هل هناك تقدم ملحوظ أم هناك استقرار في حال المسلمين أم أن هناك تأخر كيف تجدون تلهف الناس على التعلم وعلى الالتزام بحمد الله وفضله لم يزل الإقبال مستمرا بل ومتزايدا أيضا وفي رحلتنا هذه قبل أن نأتي إلى هنا قد كنا مررنا بأرض كندا ثم بأرض أمريكا ثم ببريطانيا ووجدنا من الذين كانت لهم سابقة اتصال من حيث الدراسة في العلوم الشرعية ومن حيث الاتصال به المقاصد في إننا عندما أقمنا دار المصطفى بتريم الدراسات الإسلامية كان على مقاصد ثلاثة المقصد الأول أخذ العلوم الشريعة بسأسانيدها المقصد الثاني تهذيب النفس وتذكيتها وتطهيرها عن الأخلاق الذميمة المقصد الثالث حمل أمانة تهم الدعوة إلى الله تعالى بإيصال الخير إلى الناس بالمستطاع فوجدنا بحمد الله تعالى الأثار طيبة ووجدنا الذين جاءوا من قبل عشر سنوات والذين جاءوا من بعدهم كذلك لهم أثار واهتمامات بالقيام بنفع الغير فالأثر ملحوظ ومن جهة ما أشرتم إليه من يشهد في حال الأمة إقبال متزايد في هذه السنوات بحمد الله تبارك وتعالى على فهم حقائق الدين وإرادة العمل بها أيضا وتطبيقها في الوقت الذي حل على الناس إما فهم خاطئ وضيق في الأفق في فهم نصوصي هذا الكتاب منزل وبلاغ النبي المرسل صلى الله عليه الصحابي وسلم حتى يضيق الواسع وحتى لا تحسن الترجمة لهذه المعاني أو لا يكون الفهم قائما على الأسس التي كانت لدى الصحابة والتابعين وتابعين بإحسان عليهم رضوان الله تعالى أو غفلة وبعد عن أصول الدين كله وعن العمل بالشريعة فما بين هذا وهذا أوجد الله تبارك وتعالى توجها لأخذ شؤون الدين ولا يتزال الأمة مع الإقبال الذي نتحدث عليه محتاجت إلى ما هو أكثر محتاجت إلى ما هو أقوم بنسبة العداد المتزايدة منهم وتعرض الكثير منهم لأنواع من الإمة من الجهل أو من الافتتاني بشيء من الشؤون الخلقية والسلوكية أو الفكرية كذلك فنحمد الله على وجود الإقبال وأنه لا يزال الأمر في تزايد من خلال التجربة التي نحن بصددها في فتح باب التعليم ما نشعر بنقص في هذا الإقبال إن لم يكن من وقت لآخر أكثر من حيث تسعب الأقطار المختلفة وكذلك تزايد الأعداد الراغبة في هذا الخير ما شاء الله طيب لو نظرنا في العالم الإسلامي اليوم مقارنة بما يحصل في بلاد الغرب ومن أعداء المسلمين الذين يتربصون فكريا إن صح التعبير به كقيام بعض الناس في حرق المصاحف أو الاتهام أو الاتهامات التي توجه إلى السيدة أم المؤمنين أو الاتهامات التي تأتي إلى رسول الله عليه السلام والصور المسيئة وكل هذه الأمور التي تحدث في العالم لو أننا أردنا أن ننظر إلى ردة الفعل الرسمي والأهلي عند المسلمين الإعلام الإسلامي بشكل عام وموقف العلماء وموقف الجماعات الموجودة في العالم من هذه الأحداث ما هو رأيكم بها وهل تجدون أن هناك خبرات جيدة ترد كما يليق أما هناك نقص في الإجابة عن هذه التصرفات من جهة العموم النقص حاصل لأن الأمة الإسلام تمتلك كثيرا من الوسائل التي تحسن بها الرد على أن فيهم ومنهم من قاموا بالواجب في هذا الجانب وأدوا جهدهم ومستطاعهم لكن إذا نبرنا إلى ما يملكون من الوسائل الإعلامية وغيرها فإن موجود مثل هذه الاجتفزازات مع كونها تعد من أشخاص وأفراد معينين كذلك هي في الطيها وضمنها لفت نظر إلى هذا الدين وبعث رغبات جديدة عند من لم يكن له التفات إلى هذا الدين أن يتسأل عنه ومع ذلك أيضا طريقة الرد بحسن البيان ويضاحه أشياء حالا وفعلا ومقالا قام بذلك بعض الجهات واستخدم أيضا بعض الوسائل الإعلامية لكن كان بالإمكان أن يستثمر الوضع والحدث بما هو أشمل وأكمل وأقوى فالتقسير حاصل في ترجمتهم عن علاقتهم بهذا النبي صلى الله عليه وسلم نحيث حقائق محبته وحقائق الانتهاج في النهج الذي ارتضه لهم وترجمتهم بذلك لمن وراءهم فقد كان عليه الصلاة والسلام يتولى الحق تعالى عنه الرد لما كان يسكت عن كل ما يتعلق بشخصه ذاته الكريم حلما منه وصفحا وعفوا وهو في ذلك بالغنا القمة ونكرنا الأمر أيضا عندما يحصل مثل هذا فالجواب السديد بحسن البيان هو باستثمار الحادثة للفت الأنظار إلى حقائق هذا القرآن حقائق هذا النبي حقائق هذا الدين العظيم الذي مع كثرة الهجمات عليه ومع وجود التقسير من أتباعه في كثير من نواحيه فهو المنتشر بحمد الله تعالى والذي يزداد أتباعه في كل يوم بل ربما أن بعض هذه الحوادث كانت سببا لاستكثار التابعين لهذا الدين أو الذين فهموا حقائق الدين وبعد أن التفتوا ودرسوه فدخلوا في حضيرة هذا الدين القويم فبحمد الله كان ما كان من جماعات ومن أفراد من أداء دور طيب واستثمار لهذا الحال وإنما على وجه العموم نود أن يكون من أهل هذه الملة ما هو أوفر أكثر ونسأل الله أن يسر الطريق لبعث الإهمام وإدراك هذه المسؤولية الكبيرة في هذه الحياة رسالة من الله جاءت تحملها أمة لا إله إلا الله كان من حقها أن تعرف موقعها من بين البشر والعالم الذي تعيش فيه حتى تنزل في المنزل الذي أنزلها الله تبارك وتعالى ولا تتأثر بما يذاع ويشاع حتى تجهل مكانتها وتجهل مكانها وتجهل دورها الذي يجب أن تقوم به سيد الكريم لو نظرنا إلى الملتزمين بالدين الإسلامي في العالم الغربي بشكل عام وأكثرهم ممن يشكون ضعفا في اللغة العربية فنجدهم يقطفون أثار المتحدثين والمعلمين باللغة الإنجليزية إذا نظرنا إلى حجم الكتب المترجمة إلى اللغات الإنجليزية أو الغير إنجليزية مثلا لوجدنا أن هناك نقصا كثيرا ولغة دائما يصعب عليها إفهام اللغة العربية الأصلية فهل لكم أن تعطونا فكرة عما تشعرون به من التزام الغير العرب بالإسلام وفهمهم هل هو يعتبر مرضي عنه أم غير مرضي أم أن هناك عمل يجب أن يقام أكثر يظهر على الساحة عجيب وغرائب من إرادة الحق تبارك وتعالى في تهيئة من يشاء فمع وجود النقص عند كثير من العرب والذين تخلل أباؤهم الإسلام منذ قرون مع وجود أيضا نماذج فيهم ملتزمة وطيبة وفهمة ووعية الإسلام إلا أنه نجد كثرة كثرة منهم من غفل عن حقائق هذا الدين وعن معاني صيلته به ومكانته هو بهذا الدين وفي هذا الدين الكريم العظيم الحق عند الله تبارك وتعالى مع هذا نجد أيضا كثيرا من الذين أسلموا قريبا أو دخلوا في دين الإسلام من غير الناطقين بالعربية لهم قوة في التوجه وحسن في الالتزام والاستمساك وإن كان يوجد في الأفراد ما يوجد من التنكب أو التردد أو تأثيرات البيئات ولهذا من المهمات الكبيرة للمسلمين خصوصا العايشين في بلاد غير المسلمين أن يحتووا الذين دخلوا في الإسلام والمسلمين الجدد اهتواء تفقيه وتعليم لهم واهتواء مشاركة لهم في نفسياتهم أو ما قد يعانونهم من المجتمع ومن الأسرة عندما يظهرون بمظهر دين جديد بالنسبة لأسرهم أو لمجتمعهم فكثير من أخواننا المسلمين الذين أسلموا هم مروا بمثل هذه المعاناة فوجدت عندهم أيضا انتباه فحاولوا يقيموا بعض الأنشطة لاستيعاب المسلمين الجدد ومساعدتهم لأجل أن يتفقهوا ولأجل أن يتبينوا حقائق الدين ولأجل أن يساعدوا في نازلهم من مشاكل اجتماعية خاصة وغيرها مما يحتاجون المساعدة والعون فيه وكما أشرتم أن مسألة الترجمة لا يزال فيها نقص كذلك الاهتمام بالعربية نفسها من حيث معرفة منزلتها وتعظيمها في نفوس أبنائها ونفوس أهل الملة وقد كنا نعلم أن اللغات الأخرى من الذين دخلهم بالإسلام حتى طريقة كتابتهم كانوا يكتبونها بالحروف العربية احتجت بعض التاثيرات بعد ذلك وتحولت كثير من اللغات تركية أو أردية أو ملايوية أو سواحلية وغيرها من اللغات قد كانت كل كتابتها بالحروف العربية فلأن المجال كان مجال تأثر بعظمة الدين وأن الله اختار هذه اللغة للقرآن المنزل واجعلها لغات نبيه صلى الله عليه وسلم فمن خلال ذلك قامت عندهم المشاعر فنحن نحتاج إلى أن نحي تعظيم هذه اللغة والاعتناء بها عند أبنائنا فإن كثيرا حتى من الذين أصلهم من العرب أو من المسلمين المتكلمين باللغة العربية حلوا في الديار الأخرى ففقد أولادهم اللغة أصلها لم يعتنوا بها أهلهم في البيت فهذا جانب جانب الثاني أيضا نحتاج إلى اختيار فيما نترجمه وأمانه في الترجمة حتى معنى القرآن الكريم لا يزال أيضا الحاجة قائمة إلى كثرتها وإلى أيضا أن تترجم بالوجه المرضي الذي لا يخدم مجرد راي عند أحد شيء من طوائف أهل الإسلام لأن القرآن مرجع الكل وهو أعظم من أن يكون فيه مع طائفة معينة بل الأمر فيه أجل وأعظم وأعلى شانا فهذا أولا ثم من كتب السنة بل كتب التراث الإسلامي كثير منها لم يصلي لهؤلاء الذين أسلموا ولا يقدرون على قراءة اللغة العربية فليس في متناول أيديهم أن يطلعوا الكثير من حقائق الإسلام وعظمته بسبب النقص الموجود في هذه الترجمة سيد الكريم أنتم أشرتم إلى وجود أفكار كثيرة وطوائف ومذاهب كثيرة أو نقول مدارس فكرية معينة كلها تندرج في إطار الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بعض هذه المدارس قد ينتقدونكم أو قد يجدون خللا في طريقة دعوتكم وطريقة تعليمكم وطريقة حملكم لهذا الدين فما هي إجابتكم لهؤلاء الناس واتهاماتهم ما يتعلق بما كان من جانب شخصي فلا حرج عندنا في الانتقاد من أي أحد وأحب الناس لي من أهدئ لي عيوبي أما ما تعلق بجانب المسالك فإننا نعلم من المذاهب التي قامت على أساس صحيح في فهم الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته الغرة وهدي الصحابة والتابعين أنها ترجع إلى أصل واحد وإلى مرجعية واحدة وأنها تترجم سعة هذا الدين ولكن الحقيقة في صحتها تمسكها بالقيمة وبالمبادئ ليس منها ما يجعل البدحة في الآخرين أو النيلة منها أو الطعنة أو اللمزة أساسا من الأساسيات بل لا يرتضيه أصلا بل صفة ممجوطة عند جميع الطوائف التي أخذت فهم الصحيحة لدين الله تبارك وتعالى تحت بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق سباب المسلم فسوق وقتاله كفر كما قال صلى الله عليه وسلم فهم يحرصون فنأتي على سبيل المثال المذهب الأربعة لأهل السنة والجماعة في شؤون الفكه في الشريعة الإسلامية ليس فيهم من يقدح في حق الآخر أو يسب أو يذم أو يعتقد أنهم فاسق أو طال أو مبتدع أو مشرك أو كافر أو خارج من الدين وما إلى ذلك مما يكال من أمثال ذلك بل نجد من بداية الأمر في عهد الصحابة والتابعين أنه مع وجود النظر الذي يكون فيه الأوجه المتعددة ليس فيهم من يقدح في حق الآخر بل من يعظم الآخر ويمجد الآخر ويعرف قدر الآخر ويحسن الأدب مع الآخر هذا التراث الذي ورثناه فأقول إن هذا علامة من علامات أن المذهب مذهب صحيح وأنه قائم على فهم صحيح فالكتاب وسنة أنه لا يحمل في طياته القدحة ولا السبة ولا الشتمة ولا يكون سبباً لتفريق المسلمين وتفريق كلمتهم وتفريق قلوبهم بل يكون حريصاً على جمع قلوبهم وعلى وحدتهم بل على مد بساط حسن التفاهم والتعامل مع الكل إلى الحد الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتمهم فثبتوا فإذا لقيتمهم فثبتوا والحد الذي يذكر الحق تبارك وتعالى فيه براً وقصةً ويذكر مودةً وولاء وفرق بينهما فلا تكون المودة والولاء من المؤمن إلا المؤمن لكن البر والقصد كل من لا يحمل لك إرادة الضر والقتل والشر والعداء والضرب والإلام فيمكنك أن تحمل له معنى من البر والقصد فيما شرحت لنا الآيات الكريمة لا ينهاكم الله علينا لن يقاتلكم في الدين ولن يخرجكم من تبروهم وتبسط إليهم وهو المترجم في سيرته والسلام وسيرة الصحابة من بعده رضوان الله تبارك وتعالى عليهم إذا كان أمره هكذا ويتعدى الحد في حسن التعايش أو التعامل مع غير المسلم الذي لا يقاتل ولا يحارب أيضاً تحت النص الآخر فيعتزلكم فلم يقاتلكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلاً وكان الخلفاء الراشدون لما يبعثون السار البغزاه والمجاهدين يقول تجدون أقواماً اعتزلوا في صوامعهم غيراً فلا تمسوا أحداً منهم ولا تقربهم بسوء مع أنه قد قد رسخ الدين الذي هم عليه وقد جاء من الله تبارك وتعالى البيان الكامل الشامل على يدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لكن يقول الذين لا يقاتلونكم لا تتعرضوا أنتم لبعث القتال ففقهاً منهم وفهماً لماذا شرع القتال وكيف شرع وكيف يكون فإذا كان هذا الاستيعاب مع غير المسلم فمن بشك لا يكون بين المسلمين من يكون ذا وجهة صحيحة أو مذهب صحيح يحمل الحقدة أو الحسد أو الإذاء للآخرين فلأجل ذلك نقول لنا أن نحتاج في فهمنا لهذا الدين إذا مهما دخلنا في أي شيء من المذهب نعرف أن المذهب هي في شؤون فرعية وأن الأسس التي جاء بها رسول الله سلام الجميع متفق عليها وأن عندنا من النصوص ما هو قطعي الثبوت قطعي الدلالة وهذا هو محط وحدة المسلمين قطعي الثبوت قطعي الدلالة فبقي فيما كان ظنيا من جهة الثبوت أو ظنيا من جهة الدلالة هو مجال حسن نظري ممن من الذين أهلوا لذلك ولو ردوه إلى الرسول وإلى الأمر منهم ما قال لعلموه لكن لعلموه الذين يستنبطونه منهم وبحمد الله تعالى خدمة الشريعة خدمة عظيمة من عهد الصحاب والتابعين تابعهم بإحسان إلهي بالدين وبقي فيما يستجد ويستحدث ممن مضى على المسلك من يستبصر من خلال هذه النصوص ما يعرف به حكم المستجد أو حكم الأمر الذي طرع في واقع الناس سيد الكريم أنتم أشارتم إشارة إلى ما يتضمنه السؤال الآن في علاقة المسلمين بغير المسلمين لو أننا نظرنا إلى ما يسمى بالأقليات في العالم الإسلامي بشكل خاص لو وجدنا أنهم قد كرموا غاية التكريم خلال العهود التي حكم بها الإسلام وكان له القوة والسلطة نعم وعندما آلت بهم الأيام في هذه السنوات الأخيرة إلى أن يحصلوا على شيء من السلطة أصبحوا يتهمون الإسلام والمسلمين كل الاتهامات نقول ما رأيكم بطريقة جواب الآخرين كأي طائفة تعيش مع بلاد المسلمين الذين وجدوا أن بلادهم ما زالت تحافظ عليهم فدوروا عبادتهم ومؤسساتهم وحتى أنهم قد صانهم الإسلام أيما طريق فما جوابنا اليوم لهم وهم يحاربوننا ويناصبوننا العداء إن كان على وسائل الإعلام نكران هذا الجميل ونكران الوفاء الذي قدم إليهم وإلى أجدادهم طيلة هذا الوقت ونحن لا نشعر ولا نجد في وسائل إعلامنا خطابة موجها إلى هذه الحالة الخطيرة التي تؤسس إلى فتن طائفية دائما في بعض الدول الإسلامية نعم يجب أن نفقها نحن حتى تاريخنا فإن للأسف أن الكثير من أبنائنا أنفسهم هم يجهلون كثيرا من هذه الحقائق وربما مع الدعايات التي أشرتم إليها التي لا تقوم على حقيقة تأثر تأثرات سلبية فنحن بحاجة إلى أن ندرس ونفهم حقائق هذا الدين لأيضا لنترجمه ولي نبين من خلال القول والحجة ومعرفة التراث والواقع والتاريخ هو من خلال أيضا الأسلوب والتعامل الحالي لنبين لهم من نحن وما أصلنا وما أساسنا وكيف كنا معهم من العهود الأولى كيف كان رسول الله معهم كيف كان الخلفاء الراشدون معهم كيف كان السابقون الأولون من المهجين والأنصار رضي الله تبارك وتعالى عنهم كيف كان القرآن معهم فتجدوا كما كنا في بريطانيا فذكر بعض القساوسة آية في سورة التوبة فقلت له إنهم من الخطأ الكبير أن تأخذ بنص من نصوص القرآن مثلا ولا ترجع إلى أهل القرآن في معناه ومورده وكيف نزل وفيما زل وربطه بالنصوص الأخرى التي تبين لك المعنى على وجهه فنحتاج إلى وعي وفهم في حقائق ما جاءنا من هذه النصوص وإنزالها في واقعها مترجمة في عمل النبي عليه الصلاة والسلام وهذه التي تعامل به مع المحاربين مع أهل الذمة مع المؤمنين مع المعاهدين ومختلف الأصناف الذين كانوا في عصر عليه الصلاة والسلام ثم مع ما تعامل به أتباعه وخلفائه عليه الصلاة والسلام وعلم أمته على مدى العصور والقرون ويجب أن يبرز هذا الوجه لأبنائنا ولمن سواهم ونحن في حاجة إلى ذلك البيان الموثق الذي هو واقع وحقيقة سيحتاج إلى من يحسن إبرازه وكما أشرتم أي أن نقص في وسائل الإعلام الإسلامية في حسن مخاطبتها لهذه الدعايات أو لأهل هذه الترويجات سيد الكريم الحمد لله إن إجابتكم واضحة ومشبعة الحقيقة هناك مسألة خلافية كبيرة نعاني منها في هذه الأيام مسألة أن هناك علماء يقولون أنك طالما تعيش في دولة تسمح لك بالدعوة وتسمح لك بأن تمارس حياتك بشكل عام فأنت منهي عنك بأن تقول ما قد يقوله آخرون بموضوع الجهاد والقتال وعليهم أن يقولوا كذا وعليهم أن يفعلوا كذا فالحقيقة أننا ننتبه ونعرف أن هذه المسألة أصبحت معروفة ولكن الكثيرون ما ذالوا لا يفقهون أن الأحوال تبدلت وتغيرت فما هي إضاءتكم على أن العالم الآن يتقبل الكلمة ويتقبل الحوار ويتقبل الكلام ولا إكرهها في الدين أسس جاءتنا في الشريعة الغرة ونصوص صريحة مثل ما أشارتم لي من الآية الكريمة فلا يمكن أن يكون مسائل الجهاد معطلة ولموقفت في وقت من الوقات لكن لا حقيقة معناها ووجها وإرادها على موردها بل نحن نحتاج أكثر إلى بيان هذه النصوص في مثل هذه الظروف لأنهم لو أهملت أو تركت كما ذكرنا ذلك في كثير من لقاءاتنا مع المفكرين من الأديان المختلفة وقلنا أنهم لو حذفت بعض النصوص من تدريس أبنائنا سواء الذين في بلاد العالم الإسلامي أو الذين يعيشون في بلاد بلدان الأخرى كذلك قلنا لهم بالمقابل عندكم تحملون في أديانكم بعض النصوص أنتم كذلك وفيها ما يمكن للمتطرفين من أبنائكم أن يترجموها بترجمة قد أنتم لا توافقون عليها أو تتبرؤون منها أنتم فالسلام محتاجين لكتمها لكن نحن محتاجين لإضاحها وإضاح الوجه الذي جاءت عليه حتى لا يقال بعد ذلك أنهم يكتمونكم النصوصا فيحددون بها من لا يفقه فيعملوا ضد الجهادي باسم الجهادي وما إلى ذلك العيش في مثل هذه الدول لا يبطل شيئا من أمور الدين لكنه يجب العمل بمقتضى نصوص هذا الدين وبترضى نصوص هذا الدين من حسن الجوار والبلد الذي عشت فيها ثم سمحت لك قوانينها أن تظهر شعائر دينك وأن تؤدي جمعتك وجماعتك وما إلى ذلك هذه بلد تعتبر من بلاد الأمن وبلاد الثمانينة بل لبعض فقهاء الإسلام قول عن دار الإسلام أنه الدار الذي تستطيع أن تظهر شعائر الدين فيه فهو دار الإسلام بغض النظري عن الحكم مع من كان إذا قمت شعائر الله تبارك وتعالى وسط هذا البلد إذا ألمنا ذلك فهنا يأتي خلط كثير وخبط عند كثير من المفاهيم فلا يحسنون التعامل مع بعض النصوص أو فهمها وعلى ضوء ذلك إذا ما يحدث من الارتباك والاختلاط فنحن نقول إن معاني ما يتعلق بالجواري أو بحسن معايشة أو مقابلة الذي لا يقاتلك ولا يضرك كل ذلك منطوئ تحت التثبت أو تحت الثبات على الدين والتمسك بأسسه فنحن يجب أن يكون حديثنا حديث وعي وفهم لما جاء في البلاغ النبوي لا نبطل منه شيئا والهاكين لا نعرض منه شيئا للفهم الذي به يساء ثم يساء إلى الدين بكله أو يحصل التصرف الممجوط الذي يترتب عليه أضرارا أيضا على أهل الإسلام سيد الكريم أريد أو أحب أن أعرف أسلوبكم وطريقتكم في الدعوة هل تشجعون على الدعوة المباشرة إلى الله أم الغير مباشرة نشجع على الإثنتين بوضع كل واحدة في موضعها وفي محلها لاختلاف الاستعدادات والقابليات عند الناس فحيث يكون الاستعداد قائما والنفسية منفتحة للدعوة المباشرة فذلك وإلا فإن لسان العمل والمعاملة والخلق تثير على العقول والقلوب قوي غير تثير اللسان اللحمي هذا في النطق بل هو الأساس في إسلام الأوائل بما قال الله لنبيه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضلا غريضا قابلا فضوا من حولك فعفوا عنهم أستغفلهم وشعورهم في الأمر إذن فنحن نقول كل وسيلة تخدم الدعوة إلى الله تعالى نشجعها إلا أننا نحب وضع كل وسيلة في موضعها وفي محلها وهذا معنى الحكمة حتى لا يؤدي الأمر إلى نتائج عكسية أو لا يحسن الطرح والبيان لهذا الإسلام سيد الكريم نحن دائما أسئلتنا نابعة من حياتنا في العالم الغربي أو المغترب أو الأرض التي تعتبر أرض جديدة فنركز على هذه الأسئلة الأسرة المسلمة أو مؤسسة الأسرة في الإسلام تتعرض إلى التفكك نوعا ما في هذه البلاد منها ما يكون بسبب اللغة ومنها ما يكون بسبب الأنظمة التي قد تتدخل وتحكم وتقهر ومنها ما يكون بسبب جهل بعض القيمين على ملاحقة هذه المشاكل فهل لكم أن تعطونا فكرة عن أهمية هذه المؤسسة في العالم الغربي وكيفية مداواتها وجعلها متماسكة مرة مؤسسة الأسرة مؤسسة الأسرة العلاقة بين الأولاد والأهل أصبحت ضعيفة أحسنتم في ذلك وهذا أيضا أمر مهم في غاية الأهمية وهو تماسك الأسرة بأريحية وروحانية الإيمان والوعي للواقع فإن الدور الذي تقوم به الأسرة لا يمكن أن يعوض بشيء آخر بل حتى في بلاد الإسلامي عندنا ما تعرض الناس للتجارات المختلفة كانت حصون الأسرة هي التي بسببها يعرف الفرق بين التأثر بما يطرأ من التجارات وبين الوعي الذي به يتم الثبات على ما هو حق فنقول في مثل هذه البيئات ينبغي أن تكون العلاقة في الأسرة قائمة على ما أشار الحق من معاني المودة والرحمة فذلك أس للبناء كل ما يحتاج إلى معالجة إذا لم يتقدم قبل أساس من الوداد والرحمة فإن المعالجات لابد أن تخفق في كثير من النواحي وخصوصا مع ما أشارتم لي من اللغة من ما يتعرض له في البيئة والمجتمع من الأفكار المختلفة فلهذا قيام أساس المودة والرحمة سواء بين الزوجين وبينهم وبين الأبناء والبنات من حين النشأ وجود هذه العاطفة متزينة ببيان خاطب العقل يستطيعون به أن يدركوا أن ما يثار من الشبه ليس بصحيح عن مجال اعتقاداتهم ومجال أيضا شريعة الله التي هم يفخرون ويسعدون بحملها وبالقام بها تنمية الاعتزاز عندهم بالحق تعالى وبرسوله وبدينه وشريعته جل جلاله ذكرنا الوجهين الأولين العاطفة اللي بينهم من المودة والرحمة ثاني الإقناع العقلي والفكري بالمنطق وبعن النتائج وكذلك مشان التراث وذكر حقائق التاريخ والمعاملها التي مضت كذلك تزويدهم بنصيب من العلم في هذا الجانب وملاحظة كيفية قضاء أوقاتهم ومسموعاتهم ومرئياتهم كذلك كل ذلك أيضا تحت دائرة من اللطف وقناعة أن هذا لحقائق خدمتهم ولحقائق مصلحتهم يعني مراقبة الانترنت والتلفاز والراديو وما إلى ذا نعم هذه شؤون المؤثرات وكما أن الصداقة والمجالسة مؤثر أقوى وأكبر إلا أننا نحتاج هل نستعمل الأسلوب في إرادة العلاج بالقوة بالقوة والقسوة فإن هذا قد يؤثر تثيرا سلبيا كثيرا فإذا أقمنا الأمر على المودة والرحمة ثم على المنطق والحجة والبيان ثم على حسن العلاقات أيضا والتعامل وأخذ النصيب من العلم وتأيدي ذلك بلحظات من الصفا فيها معنى من الذكر لله تبارك وتعالى معنى شيء من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم تتلى بين الأسرة صغارها وكبارها وما إلى ذلك أن يعطي الرجل حبهم يعطي أسرة حظهم من مجالسته أيضا ومن تفقده لأحوالهم وشؤونهم وكذلك كثير من الرجال ومن النساء يفقد أولادهم منهم معنى من الحنان والرحمة أو حظهم من التخاطب معهم والخوض فيما يطرع على أفكارهم وما يطرع على عقولهم ويسمعونهم من هنا وهناك وقد يكون هذا مشغولا بشيء من شؤون ترتيبات أعماله أو بأي شيء آخر لكن لا ينبغي أن يغفل أعطاء الأسرة نصيبها من الجلوس معهم من التحاور معهم من التخاطب معهم فيما يدور حواليه سؤال أخير مولانا موضوع المقارنة بين الزيارة الأولى والزيارة الثانية إلى أستراليا ماذا رأيتم فرق برك الله فيكم ونسأل الله تعالى أزيادة من كل خير كان بالنسبة لأخواننا من أهل الإسلام والملة ربما كان في زيارة الأولاج وسمين أن بعض من حولة الإثارات للطائفية أو للمذهبية وما ذلك كانت بشكل أقوى أو أكثر أو أظهر منها في هذه المرة فوجود نصيب من الهدوء ولو كان نسبيا نامل أن يكون ذلك سببا لوعيه لوعيه المنتمين لهذا الدين أنه أكبر وأعظم من أن يكون مستخدم لراي أو لطائفة أو لجماعة وأنه أكبر من أن تنسى فيه الأسس العظمى التي تجمعنا والمهام الكبرى التي من حقنا أن نفني أعمارنا في تحقيقها وهي أكبر من مجرد اختلاف في فهم لمسائل فرعية تأتي من هذا فنرجو أن يكون هذا فارق إيجابي كذلك فيما يتعلق إن شاء الله عندكم لذا أظنكم ترون تساعا في الاستقبال والاستماع إلى الإذاعة من الداخل ومن الخارج وبذلك نرجو أن يكون أيضا من المؤشرات الإيجابية في التساع الأمري وبحمد الله تبارك وتعالى لن نلحظ أمرا في التدني أو سلبيا واضحا أمامنا في الصورة إلى ما نرجو من أن يكون أحسن وأحسن إن شاء الله سيد الكريم أنت ضيف عزيز وغالي ويعز علينا أن نفرقكم في القريب ولكن دائما نسلي أنفسنا باستماع دروسكم عبر أثير الإذاعة وموعد إن شاء الله تقدمونه لنا في المستقبل لتعاود الزيارة ولكم علينا في يوم من الأيام أن نزوركم في بلادكم بإذن الله والدعوة مقدمة لكم ونحن بكم فريحون فاسمحوا لنا باسم مستمعي إذاعة الصوت الإسلامي والجالية الإسلامية الكريمة في سدني أن نتمنى لكم طيبة الإقامة وأن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم وبكم ويبارك بعلمكم ويبارك بطلبتكم وإخوانكم إنهم والله مناراتوا حق وصدق في الجالية ونشكر لكم هذه المقابلة وهذا الوقت الذي تفضلتم به علينا ونقول إن شاء الله سوف نشنف أذننا أيضا اليوم باستماع إلى خطبة الجمعة التي ستلقونها من على منبري مسجد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحسن عليكم وتقبل منكم مجزاكم الله يحفظكم إخوة الإسلام والإيمان كان المعروف لا يعرف كان معنا فضيلة العلامة الحبيب عمر بن حفيظ حفظه الله تعالى استمعنا إلى هذه المقابلة الرائعة التي ملئت علما وملئت فهما وملئت بإجابات كثيرة على أسئلة كنا قد وعدناكم بأن نلقيها على فضيلته نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك به وبعلمه وندعوكم اليوم إن شاء الله للاستماع إلى خطبته في مسجد لكنبا المسجد الكبير وبإذن الله سبحانه وتعالى سوف نستمع إلى خطب وننقل لكم محاضراته التي تستمر في هذه الزيارة المميزة ونقول لكم أن تتابعوا أخبار فضيلته على الموقع حبيبتور.com.au وإن شاء الله ستجدون كل ما يزمكم وكل ما تحتاجون من معلومات نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد كنا معكم عبر أثير إذاعة الصوت الإسلامي ترجمة نانسي قنقر